السلام عليكم يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعرض مع بعض مجموعة من المعجنات او المخبوزات اللي عملناها للمدرسة او للفطار او العشا تحفة جدا سهلة كده وبسيطة والعجينة ما شاء الله تحفة جدا لكل المعجنات اللي عملناها اقتصادية كمان وموفرة قوي لو عملتوها كده في البيت هتوفر معاكم كتير وكمان هنشيل منها في الفريزر تابعي بقى معايا الفيديو للاخر وطريقة كل وصفة عملناها في القناة لو حابين تشوفوها او كمان هسيبها في صندوق الوصف اتمنى بقى ترجعوا لها وتشوفوها بجده هتفيدكم كتير واول وصفة عملناها من المعجنات او المخبوزات عملنا مع بعض البتيه وبحشوات مختلفة حسب المتوفر عند كل موجود كله هينفع في العجينة دي تحفة جدا واقتصادية وسهلة قوي وزي ما شايفين كده العجينة بجد طريقة جدا وهشك كده وقطنية زي ما شوفنا وكمان لونه وطعمه وطحفة ودي كده اول وصفة معانا عملناها وطريقتها زي ما قولنا موجودة في القناة وهسيبها كمان في صندوق الوصف وتاني نوع من انواع المعجنات اللي عملناها او المخبوزات عملنا ترسة الافران او كده قرص بالعجوة طحفة جدا طبعا كلنا عارفينها بنشتريها من الافران هي كمان بتتبيع كده بالواحدة شوفوا قد ايه عملنا كام واحدة من كيلو دقيق بس وطبعا مش دي الكمية كلها انا شيلت كمان منها في الفريزر في علبة كده او في اكياس تلاجة زي ما تحبوا هتطلع معاكم كأنها لسه طوزة او كأنك لسه عملاها على طول وحشناها كده بالعجوة والعجوة دي كمان انا عملاها في البيت من البلح وطريقتها كمان هنزلها كده في فيديو منفاصل لوحده طحفة جدا وكمان انضف بكتير من اللي بتشتريها جهزة من برا تنفعك بقى كتير كده للمدرسة او طبعا الفطار او كمان العشاء او في كل الاوقات زي ما قولنا طحفة جدا ندخل كمان على الوصفة اللي بعد كده عملنا الكوب كيك من الوصفات الحلو اللي كمان سهلة وسريعة وبتعجب قوي كل الاطفال وكمان جميلة جدا في اللانش بوكس في المدرسة طحفة كده تحطيها طبعا بدل الحاجات اللي بيشتروها اللي فيها طبعا مواد حفظة ومدرة نعمل لهم بقى الحاجات دي في البيت هتوفر معاك كتير وكمان احسن بكتير من الحاجات الجهزة كمان ينفع نشيله في الفريزر والكمية دي كلها عملتها من بيتين بس ندخل على الوصفة اللي معينا بعد كده وهي الميني بيتزا طبعا من الوصفات التحفة جدا اللي بتمفع بقى في كل الاوقات عملت منها شكلين عملت منها الميني بيتزا بشكل كده مدور وعملت كمان منها على شكل كده قارب والكمية دي كلها ما شاء الله عملتها من كيلو دقيق بس كمان شلت منها في الفريزر برضو بتطلع معاك كأنها لسه طازة بس بتشليها اول ما بتطلع من الفرن وبتهدى شوية بتشليها بقى كده في الاكياس او في العلب وبتطلع معاك من الفريزر كأنك لسه عمليها على طول تحفة جدا بجد وبتعجب قوي كل الاطفال زي ما شايفين كده الكمية دي كلها من كيلو دقيق بس والوصفة اللي معينا بعد كده عملنا قرص القرص دي محشية بالسكر والقرفة تحفة جدا وكمان حطيت كده عليها فوق الوش السمسم يعني بجد كده كلها كده فويد او كيمة غزائية عالية وطعمها حلوة قوي تحفة جدا سهلة كمان وبسيطة وبرضو شلنا منها في الفريزر وطبعا القرص دي بتتباع في الافران كلنا عارفينها بتتباع بالكيلو او كمان بالوحدة تعمليها بقى في البيت هتوفر معاك كتير وكمية كتير قوي بقى قل تكلفة لو كل اسبوع كده عملتي اي نوع من انواع المعجنات ده نوع واحد حيوفر معاك كتير وكل اسبوع بقى تنوعي من انواع المعجنات دي وتعملي الكمية اللي تحبيها ده هيوفر معاك كتير الوصفة اللي معينا بعد كده البوريك البوريك طبعا اللي بتبيع في الافران كلنا عارفينه عملت منه كمية حلوة جدا حشناه كده بالجبنة وممكن طبعا الحشوة اللي تحبيها وزي ما شايفينه كده طري جدا وهش واخد لون تحفة برضو جدا وبمقادير بسيطة قوي موجودة في كل بيت عملنا الكمية التحفة دي من البوريك طبعا تنفع قوي بقى كده للفطور او العشا او كمان في اللانش بوكس للمدرسة كمان شلنا منها في الفريزر بتعبيها في اكياس او في علب الكمية اللي تحبيها وتطلعيها على طول بتفك وبتبقى لسه كأنك لسه عمليها على طول بتبقى طرية وطوزة الوصفة اللي معينا بعد كده القرس بس القرس دي عملتها سادة بالشمر وليانسون ما فيهاش اي حشوة لكن طعمها بجد تحفة جدا حتى لو اكلتيها من غير شاي هيبقى طعمها برضو تحفة هتعجبكم جدا طريقتها برضو سهلة وبسيطة ومكوناتها اقتصادية قوي وعملت كمان الفايش السريع الاقتصادي عملت الكمية دي كلها ما شاء الله من كيلو دقيق بس بجد الكمية ما شاء الله تحفة جدا موفر قوي واقتصادي بمقادير بسيطة قوي هتعملي اكبر كمية من الفايش بجد تحفة جدا زي ما شايفينه كده لو جربتوه بجد مش هتبطلوا تعملوه من حلوتو مقارمش جدا وطعمه بجد تحفة اتمنى تجربوه بجد هيعجبكم جدا ينفع طبعا في اوقات الدراسة كتير واخر حاجة معينا النهاردة في الفيديو الكيك اي نوع كيك تعمليه اعمليه كده في صوج او في صنية كبيرة هيعمل معاك كمية كتير قوي وزي ما شايفينها كده الكيكة بجد طريقة جدا وهشك كده واسفنجية وطعمها بجد تحفة اتمنى بقى تكون الوصفات النهاردة عجبتكم وطريقة كل وصفة زي ما قلنا موجودة على القناة عملتها بالتفصيل اتمنى ترجعوا للفيديوهات وتشوفوها بجد هتفيدكم جدا وهتوفر معاكم كتير ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد واستنوني فيديوهات جديدة ان شاء الله ووصفات جديدة واسبكم في رعاية الله سلام عليكم